اميرات الفنات اللي بنوري يالحياه نسبو الناس كونوبخير ، مرحبا بيكم كاملهنفي 管 ميت tt نساء مع شهر زاد و لانتوا مبني قريب LAURAWAN ذهب أخرى اشتركوا في القناة الثالثة اليوم وشكونا اللي ما شافش القصة الثانية اللي ما شافش القصة اللي اضطيت قبل قليل قصة حقيقية اه الشاخداء داك شي لكي اجبكم غدي نخلي الرابط ديالها في اول صلاق اما دابا واجزوا الياراتكم الواحد للمولتي القصة داك الشي اللي كي اجبكم بالضبط مهما الغزالات ديالي مغانزيش نطول عليكم واندخلوا مباشرة في القصة ديالنا معكم سلمة واليوم اجيت نعود لكم حكايتي ومجرى فيها وغديم داليكم القصة ديالي من زواج ديال والدية حنت من تم مبدأ القصة ايوان اب ديالي كان واحد الشمكار من نوما كان اعطيها غل السكرة والمشاكيل الشفرة يتعدى على الناس مهم كان واحد الخراج اللي خبيت بزعاف وليديه كانوا ناس اللي اللي يعمرها دار جدي وجداتي عمامي كاملين كانوا خدامين كشي دير تجارة شي خدام مع الدولة مهم كاملين كانوا شدين بلايسهم وكاملين خدامين بديورهم الا الاب ديالي اللي كيفماكت لكم كان خارج للطريق نعدوا قالوا اشنو غانديرو ماشنو غانديرو نجيبوا لي شي بنت الناس اللي تزوج بها ويولد وريداته وهكي يدير عقله وهذا اكبر خطأ داروا في حياتهم يوغي يهزراتهم وغيمشوا للدوار البلاد اللي كان في الشلوح غادي يمشيوا وغايلقوا واحد بنت الناس اللي هي ما يمسي درويشة 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 ما كانت تعرفين البنات حتى شي حاجة بالدنيا ما كانش كتقدر تهزراتها وكانت خوافة عيشة في القهرة وفي الحكام وفي مزاف ديال الحاجات الوقت اللي قالوا لي غادي زوجي وغادي بشي للمدينة طارت بالفرحة وعجبها الحار وقالت الحمدولي الله جال فاراج مكاش كتحب لها ان هادك زواج غايكون يا اكفز حاجة غادي رافحياتها الموهم زوجوها لي وجابوها عنده للدار وواديكساها كان كاري واحد البيت وكوزينة مع الجيران وجدي هو لي كان كاري ليه كان غير كيف مكان قولوك يدفعو بما يدير عقله المهمتي في الليلة اللولة اللي غادي زوج بيها ستشوف ان الاب ديالي سكيري من درجة فارس شا نقول لكم السكرال سلزارو لدرجة انني انا سنين وانا عيشة مها ما عمر بلقته ساحي دائما يا سكران يبقي في هادك الدخل يا السكران اما زعمه ساحي ويهضر معاك بعقله والوال وتقول وتقول كان مدمن مدمن وكان واحد الراجل كيف مكتلكم وميس وميصلاحه المشاكل مشاكل 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 لحد درجة شوفوا عشنا صراحه في العذاب المهم ويمتيجات كنت تقول لسه في الصباح وفي العشية القهرة المشاكل من غير العقوزة والبيتات اللي كل شي تحمى عليها وكل شي بغي فرض السيطرة ديالو عليها وها مسكينة كان درويشة ماداش بزيح تلقى ايضا ارزا حاملبيه مد نحن مساكل مادير وكانت تسابرا تقلصه انه ايضا ايضا الممرين ويوجد ان اقتلعها وكانه الآن اصداء مرها يادر ل газنا وانتظم ايضا ام انضافيه انه حقوقها ايضا قمنا بذهبه ينبس تساة ويوانه عشرة امي انتظم امي اتصل وقبعده لاحقا بشكل يشغل امي و هذه السيناريوهات انا حضرت ليهون لكي ألغب لت الفتح المهم هو امسي ولدات و ربه كنت هدين عزة وقال احقاره و المئتي أدر عقله ولكن هناك فورلط فورل ما معي يبزر قمنا باشي ككل الاسم و يضربني أنا ومي ويقوم بتجميع اكمله شهرين ثلاث شهور باقي باقي تربيه كان كي جمعني معاها عرفتي اذاك شيلي كتعود دمي انا ما كرتش هيلي كتعود لكم القيصة ولكن ما قداش لان فيما كتفكر هاداك شيلي داس كتبقات بكي وكتبقات بممتي دابة مريضة المهمة البنات بقي نجارين كنت ولدتني انا ومن مراهب عامين كنت حملت بختي وولداتها وهذه الساعة كتبشت السبطر ديال الحوم كتبقات بكي وكتبقوا ليهم العار حيدوا لي الوالدة ما بقيتش باغن اولد الله يجعل بركة في هدو اذا كنت اعرف فرمليات لي هالوولب بأي وقيت له هادا اراهد قبط له سيري ويلا متالا ادوسي واحد لخمس سنين وست سنين بغتت تعاوديه جي وصولي على الظهرة وغادين نجيو نبدة لك حينت كنت كتعرف الظروف ديال المي كاملة وكنت كتعرف العب ديالي هاداك شيلي مدوزو عليها شح يزرق لها عينيها انا اما اعمر اني ما عقلت عليها عينيها بجوش بهم هاكم زيانين كيزرق لها هادا العين وكتبرا هادا العين زرق لها هادا العين وبعد المرات يزرقهم لها بجوج العسف الحمهة المشاكل الصداع القهرة قلت الشيء الماكلة ما كيناش مهم العذاب الآليم بجينا غادين وكان كبروا حتى شيء ما تغيرات كنا كرتاحوا والوقت لأب بديالي كيقرقبوا عليه البوليس بعد المرات كيديوه شهرين ثلاث شهور بعد المرات شهور كلهم مرة وعاش وهذا مشي هو المشكل المشكل والحاجة اللي بقت فيها بساف هي عائلة الأب بديالي اللي هما السباب في هذا الشيء كامل وهما السباب اللي خلم ما يتزوج بباو ووحلوها هاد الوحلة كنا نهالي كيتشد بباو ولا حتى في الوقت اللي كيكون ممشدودش يعني كاين ما عمرنا عقلت عليهم جابوا لينا شيء حاجة ديال الماكلة ما عمرنا عقلت عليهم كساونا ولا صبطونا هما كانوا دائما يدوروا مع ابا باش يشري هاداك العجب دياله باش ياخد الحشيش ياخد القارو ياخد الشراب دائما كيعطيوه ودائما زي ما كيسلفوه فيما كيوقف عليهم كيمدوا لي حد كانوا كيخافوا منه اما ما عمرهم عقل علينا بنسبة المناسبات كانت يحضروا كاملين بعد المرات كيحضروا خالات ببا وعمات ببا وانحنا ما كان حضروش ما كيعطوش علينا حد قال لك حاشاك احنا كان حشمو بيهم احنا ما عندنا من لبسه احنا ما كان عارفوش نجلسه احنا يا مشتاقات مهم احنا دائما كنا هاداك الجوج ديال اللي بنات مهمونا طبعا هادوك اللي ما مصالحين حتى شي حاجة وإلا مشينا الدرجة الاداتية ودخلنا عندها كتبقى غير حاضية معانا عندكم تقول سهنة سيرو غسلو سيرو ديرو سيرو فعلو لدرجة اننا ما بقيناش بغينا نمشيو فاش كانت لقاهمها بنات بنات عمامي وابنات عماتي وذلك الشي الى مثلا شو واحدة فيهم بكات كيقولوا حنا اللي قباحات حنا اللي كان ضربو حنا اللي ممزيانات مهم دائما حنا ياهما هادوك كان دير ست سنين وتم امامتي غديني المدرسة دي المخزن باش قيدني وكانت هديك اول سانية في المدرسة ما عمارني دخلت مثلا نشيرو ودول شي حاجة فالجيز باش نتقياد كان اعطاوها الكتوبة وامامتي ما عندها ريال منش سعى ندبه وقتلوا البنت خاصة الكتوبة لابد يالي قال ليها واخا ايوا بقى اليوم غدا اليوم غدا حتى وليس فيما تقولوا الكتوبة يضربها وان هذه السحامة كنتش عارفة كنت تتكلمش في المدرسة والأسات كان يقول لي الكتوبة وكان قلوا ما عنديش وكان يقول لي امتى ستجيبوهم وكنت كان نحسط بالإحراج لم يمشي شوفت حتى حيات اتني في ديها ومشينا نيشان لدار جدي دخلت وبدأت كذبكي على جداتي وقعت لها العار العار لما عطاني باش نشرين البنت لكتوبة قد يدخل المدرسة جدا قتلها والو مكان حتى ريال و جدا كانت اكتر واحدة كانت اعطي الفلوس للواليد باش يسكر كانت اكتر واحدة مهم خرجنا من العنج جدا ومشي نظرنا عند عماتي واحدة واحدة اللي كندخلوا عندها عرفتوا الدار كيفية جديرة عرفتوا الفراش كيفية جدير عرفتوا البخ كدير ما نقول لكم البنات اللي كتقول لها فلوس الكتوبة وش حالة الكتوبة ترى ما كامل البنات حتى 150 درهم ومتين درهم يعني راك نقول لكم ما انا 100 درهم سبعين درهم هذا هو مزعم الكتوبة حينت المقررات راعدنا جوجلات يعني ماشي شي حاجة كثيرة اللي كتبش عندو كتقولوا الكتوبة كيقول لها ما كانش غادي نبقى اندورو حتى غادي نبقى عند عمي الحانوت تخيلوا فات وصلنا عندو الحانوت مع مو يمسكينا كاتلابسة جلابة اللي كانوا جابونيها في العرس وهاديك جلابة كانت بيضة ومخيطة بالخضر وكانت حالتها حالة بقوة يعني را سنين ديارة تبع سنين وهي عدة وهي اللي كتكتل بس فش شو الصيف ولات كلها حالتها فش وقفنا عندو هي ما لابساش مزيان وانا ما كوش لابسة مزيان وكانوا عند الكليان وكانت واحد سيدة قاتلي شوف زعما المرأة عشانو بغادي حيث حنا كنا قبل منها وهو يقول لها هديك جا صغير تاخدش حاجة زعما فحنا جايكا تطلب هديك عيكا تسعى فحالها كايير بناس انا بقى صغيرة وهد الجملة معهم مرهامة نسالية المهم وقفت عليهم وقاتلي شوف رام الأب ديالها مبغاش يعطيها الكتوبة يشري لها الكتوبة عافك قال ليها ما عنديش كلا وش انا مني غنجيب ليك وش انا كتلك ولدي معاه وش انا كتلك هادي موهيم تلاها مسكينة كانت دايجة فرق الكتوبة وقلت لا تحتيبا وتدرسى هيا انا قاموا شوف انا كالتساة وقلت لها المستدار نيشان عاد المديرة وقلت لها وقلت تعليها ماتي لها لك انا ما نزلك فرق الكتوبة ما نشف ناشى وقلتها يدرسى ميارا لديك المديرة مسكينة كانت دائجة فرقة الكتوبة ولكن الأستاذ والحرام اللي كنت قرأ عنده أعطى الكتوبة اللي يبغى كان أعطى الكتوبة الشيدراري للأباء ديالهم موضافين وانا للأب ديالي مع عاقل شعليا ومخد دمر الدم أصلا ما أعطاني حتى شي حاجة مهم مشت عنده وقاتلوا علش هذه البنت مع التتياج قالها أحقى محقى أنا معرفش ومعرفش قاتلي شوف أستاذ إلا كان زعمها هادا هو البس دياله حينت غادي يبس تقاشر فوق سندات الميكاين سندات الميكا وتقاشر قاتلوا زميلة كان من الهندام ديالها راه بينا أن البنت راه مسكينة زعمها علاقة للحال ونادت هذه المديرة دوات مع واحد ولي أمر ديال واحد تلميذ وقعت لي أن راه واحد البنت راه في حالة ضعيفة بثاف وراه غتتأخذ الكتوب اللي عطاو الولد وغتتعطيه بليه هاداك ولي الأمر قاله ما عنديش المشكيل ومسكين هو اللي كانت تكلف لي حتى بالدفاتير وبالأقلاب وبالملوانات وبقاء هاداك شي ديال المدرسة المهم قريت هاداك الحام وتما غاكتشفوا أنني كان قرام سيان وخما كونش كان قرام في الرود وخما كانوش عندي وليدي يلي عاونوني في الدار الأب ديالي لكم عارفينو لما نعود لكم عليه سكايري ما كانش كيس حق أم يمتي كانت تساوي أحد المرأة اللي أمي ما كتتعرفش اللي فمزر وعطاه المهم غامدا نقرأ شوية أختي سيغة تدخل المدرسة أختي وخاك ما كانش كتتقرا كيف ما كنت كان قرأانا أنا كوسم الشهيدة وهذا الشيهاد ديالي والدروف ديالي حيط أم يمتي كانت كديني وكديني وكانكشوفوا الحالة ديالها والحالة ديالي كانوا عارفينو أني أنا زعمة ناس اللي يدراوش وعلاقة ديال الحال كان كوش يتعاطف معايا الكتوبة المدرسية السيلوات الأقلب قاع هذا الشي ما بقعه ممرني ما زل ضربتلي الحساب تأيما المديرة في الأول العام كانت تطيني شكارة كومبلي بقاع هذا الشي اللي فيها والحواج كانوا كيتفاردوا لي وكيشلوا لي الحواج كاني هكا شي أستادات اللي كعتموا يحواجوا أولادهم وكنت البنات كان قرأة مزيان كانوا شي أسيستي ديالي قرأت عندهم في حال واحدة قرأت عندها في الخامس كانت واحد بنطلح حرام صراحة ما كنت تعاملش مزيان وكانت كتتحقرني ودائما كتضحك علي دراري وخاصة هكا في البرد كتقول لي يا وكيف يحواجوا أنه وعلا أنا كل قادة سبات سوف نجيب في صندالة، أنا لا أردت سبات المهم هذا كانت تحقرني بسعف، أما الأسزاء الأخرين الصراحة اللي عمرها دار اللي عمرها دار، اللي قرأتني في الثاني، اللي في الثالث، اللي في الرابع، اللي في الثالث، كلهم 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 اللي عمرها دار وتحية من هنا يلي هم كاملين المهم سوف نتلع الكاليج لبنات كاملين وعطينها الباس والدوران والدرهاري والتبع كيكو وانا من المدرسة الضار ومن الضار المدرسة ما كنت كندور لهوك لهوك ومسمين لي غلم عقدة وفي حواج ديالي كان كل شي كنت حكي عليك كنت لبس واحد اللبس ملاوط نقدر لبس روال كلاسوس برديلة حينت اصلا انا المباركة المسعودة ان انا نرقيت هديك سبرديلة اللي يلبس المهم هو كقاميل الاختي وامر الكثير من بالأمامي او ابنتها والصامي كل واحد لبسم، زhog عمرتي البس لتجبلك بوطّ، او بس برديلة، خشيطي ايضه لي لم يجب لي شيئا. المحل كان في طريق المدرسة. عندما كنت صغيرة كنت أدوز عنده وفي مكان يجري عليها. وعندما كبرت بعد المرات أريد أن أقول لي غير السلام. لا يريد أن يشاهد فيها. وفعلا أن الحالة التي كنت فيها حالة من الشكل دي كان بان أني واحدة بنت أسرة اللي علاقة للحال. المهمة البنات غنب قغادية وكان كبر وقدم ما كان كبر قدم ما الأحلام ديالي كي يكثروا. الوقت اللي غدي نوصل لكاتريام كانت بنت عمتي تايف الكاتريام وكانت نجحتها البنات ب12 ومهدرت لها حفلة. وعندما كنت أحضرنا لها الحفلة حين سمي في هذا الوقت. وليس كنت أدل الماناة يعني شيء واحد يريد أن يعيط لها. فماتي ولو يعيطوا عليها الوقت لكي يكون لديهم مناسبة. ونحن طبعا كنا كنا نشيو. المهم كنا نشينا لها المناسبة. وفي الأخر كنا قلسين غرحنا العائلة. واحد عمي كان قاطي. كان قلس معهم ويقول لي همز عمالتي شنباتي الديري شنباتي الديري. وهو يقول لي انتي شنباتي الديري. وأنا ذلك الساعة كان هو المثال الأعلى ديالي. حين كانت عنده الطموبيل. وكان زمعها كبل هيبة وكل شيء كان يحترمه. وأنا نقول انه بغيت ندير قادية. نقزت واحد عمتي. لما كان عندها لاناقلة جمال في الموضوع كامل. ويتقول لي يا قادية. قلت لي ابنت سكيري غتولي قادية. قلت لي يا حلمي حلمي ابنيتي على قدك حلمي على قدك. قليلا واحد اعانت ما نرى في هذه اللحظة اللحظة. مكراشلر تشق ومدخل فيها. كانت خطيها. ويبقى فيها. كان كل شيء سمح. وقت رؤية اتبقى بشيء مدوى. اتبقى قال لي له الله. ولا هو بنت قلام بشيء. ولا يمكن حتى من الفيء. لاناقلة علمتهم وكانك قام بيضوح. كان العقل على قادية. المدوى تتحدث عن موضوع كأن أريد يكون. المهم هذا الوقت اصدر من عدد سيكون عدد الى واحد درجة اللي لم تطيح على البال سيكون عند جداتي كل شيء مانت الزينين ونحن نطيح المانت الحرشي اللي لا يوجد هم يدار الهضرة بقية المشاكل ونحن نحلو فيها إذا لم تتسلف من عند شيء واحد يجوح ونحن نحيح عليها الحالة المي هي عمالة السلفات لدينا المهمة ومن المهمة لن أدخ virtih ونقوم في المناج ونحن نتصبح عمي والد عمي في المدرسة لم يكن يقرروا في نفس المدرسة في المدرسة لم يكن يقرروا في نفس المدرسة في المدرسة لم يكن يقرروا في نفس المدرسة لم يكن يقرروا في نفس المدرسة ويقرروا في نفس المدرسة لم يكن يتقرروا في المدرسة في المدرسة لم يكن يصلوا فيه كلهم كانوا كانوا يشجعوني والأساس لم يكن أمرني أن أمري فأنا كنت تضغيبت و اخشفه اخشفه و احده و اطرق المياه و قال لي لماذا يبدي ذلك النهار تصدقه لديه اخدام المريضة و قلت له انه لم يكن مريضة اخدام المريضة قلت له لا 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 ماذا يكلم في هذه الساعة كنا واقفين في القنوار كان في الطابق الاول و قلت على بره وقالت لديه طمبيل وقالت لديه طمبيل كثيرا قال ليك ما يسحب لك أنا كنت هكذا قال ليك كنت سكن في العربية وقالت أعطاني الاسم المنطقة قال ليه يتيم أبديني ما عنديش من هذا الأقل على رأسه هو عيش في قلة الشي الوقت اللي بدك يقرأ وحدهم ما كانش عنده مشكل ولكن فشغي كبير وغيروا يمشي الكولاج والي ستلكان في الفيلاج هنا قد تخلق لي مشكل كبير في الحويج في الفلوس قال ليك انت كنت نضرب كونمترات على رجلية وطمئ نضرب كونمترات ل المدني وقال ليه يمشي ما كنات فيها ولكن لم أكن هنا سابو الميكا ومخيطه من الجنابي يعني ذلك اللي كان ممشي ومخيطه هذا هو باش كيمشي هو المدرسة قال لي ما عنديش قال لي بسبيه السابة والثامنه والكاترة يام والثانق يام والثانق يام واذاين والثانق يام قال لي الناس الزيف عند واحد خائله كان يغفر برا وجاب لي السبرديله قال لي هذلك السبرديله دوسبيها الباق ودوس بها لافاك كاملة قال لي لافاك قال لي نهارها نهار قال لي نشيتني أو ذلك غمقى فاسي مانا قال لي الوقت اللي مشيت لافاك ما عندي مناكل قال لي كنت غير كان ديباني هوك وهوك 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 قال لي حتى دوسها ديك تلسنين والحمد لله أنا تقابلت في التعليم وتقاتلتها أنا اليوم خدم مع الدولة وكنت دوس سواء وفي خير وعلى خير قال لي الدار كيفة جديرة والطمو بالكيفة جديرة وما نقصني حتى شيخار قال لي ستصبري وغديها في قريتك وغيجي واحد نهار وغيجي واحد نهار وغيجي وصلح لكلامي وإلا كنتي وبنت الأصل جي وقف فعلية أنت بالحديدة ديالك وقال ليها أنا أساة أهب في أن وصلت وغدي الفرح لك أفشوف أشغالي يا ذيك لهذا صراحة في حالة تاني أمال حين في ذلك الوقت كنت دائما كانت تذكر هذه كديرة وقادية يعني هذا غير القضاء وفي حالة كبرات وفيا يعني كنت مدرعة في المغرب يعني ولي كانوا الإمكانيات نقدر نمشي حتى على برا ويكونوا يزعموا بزاف ديال الأمور المهم تم مدرد الجهد فوق الجهد الناس اللي كانوا يحفظوا ساعة أو ساعتين أنا ربنين كنت كنت نجي من المدرسة وأنا مهبطة راسي على الكتوبة ما عمرني دول سوية ما عمر شي واحد أخدم معايا ما عمر شي واحد دار لي شي حاجة كنت كنت نخدم الراسي وكنت نحفظ الراسي الكتوبة في الوقت اللي بديت كان كبر ولي دائما كان قبل يعني قبل ما كيسالي العام كان ضبره وكانت بادل نعطي أنا ديال السابعة ونأخد ديال التاملة ونأخد ديال التاملة ونأخد ديال كتريام مهم ويمتحت هي مقتلة معنا هي اللي كانت مرة مرة كانت ديباني الماكلة الأب ديالي مبقاش قعم سوق لها إلا ما جابت شمي هذا الرزيق وما نناكله وشبعت المرة كانت كتمشي لهذاك التوار وكتنقي وتخرجين منها كطوائجين خضيرة ونأكلوه ونأكلوه وشكرينه بقينا البنات تجارين هكاك حتى النهار اللي سنأخد ونأخده 18-89 تقريبا 19 ثم جميع المدارس سيحلوا لي يديهم جميع المدارس مقبولة فيهم بعينية مغمضة وانا كنت واحدة لخطيرة تعمل في جميع المواد لا نقول لكم عندي نقص في الفرنسي ولا في المات كل شي كنت أعطيها في هذه المدارس كنت قمت بعمل أساسي ونقولوا ماذا نبدأ لكم كانوا يقولوا لي على حسب الميول لك كنت أعود لهم على الظروف يقولوا لي دريجي حاجة لما تطوري وضغية وقفة ويمكن لك ملغي ولكن كان ملغي كبير وسط لدي حلم الطبيبة ولكن سافر لكي بي لي واحد الحلم اللي بعيد عليها في ذاك الوقت كان دخلت لي واحد الأستاذة أو كان جاءت نصحاتني ومسكينا وقفت مهاية وقعت لي يديني الهنداثة فعلا درت الهنداثة تقبلت في المدرسة المدرسة كانت في نوس المدينة الحمد لله عاوتاني ممتيت قتلت مهاية وبقت صابرة وجارة حتى النهار اللي غناخد ديبلوم ديالي يختم المراية كانت خذت الباق ديالي بلحتها بنقطة مزيانة وكان درت الكلية ديال الحقوق سافي بقينا جارين هكاكا البنات انا نهار اللي غديت الباق ديالي بديت نقلب على الخدمة هنا 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 غن توضف واحد الشركة الوقت اللي غن توضف ديك الشركة اول حاجة غن ديرها هي غن حول ممتي من تمه كنا تحولنا مشينا الواحد البريطما على قد الحال حتى هي كنت فرحانة بزاف تم كنت ترقعت وليت كان البس وليت كانت تقعد في نهي وليت كان البنت ديال زمان مهلية فراسي ومهلية فختي كانت تسقرا في لافا كان عند السنة الاخيرة مهم ديت خدامة جرى الوقت اليوم غدا اليوم غدا حتى غن تقبل في واحد الشركة واحد اخرى مهم بقيت كان دور من شركة لشركة حتى غن طيح في واحد الشركة لي فديك الساعة كنت انا ولو عندي الاكسبرينس من غير ان اني كنت واحد البنت اللي مش شهيدة يعني كنت كان خدم مزيان سافي فشت تعينت في ذلك الشركة تعينت في بوست حسن وكانوا عندي مسيازات كثيرة كان عندي الطموبيل كانوا يعطيني في مكان كون مثلا داي بلاس موشي بلاسة ولهذا يعطيوني الفلوس غادي ندوز معهم عامين وغادي جيني واحد العرض نقدر نكمل قرايتي في واحد تخصص على حسابهم ولكن من بعد غنخدم معهم واحد لمدة قلت لهما لا نجيش المشكيل فعلا كنت مشيت ودرت وكملت قرايتي في هذا التخصص وهما اللي كانوا مكلفية بكل شي فهذا الوقت اللي كانعود ليكم حملوا الى الاوضاع المادية تحسنوا بساف والعائلة تخيلي غير الوقت اللي خدمت كل شي ولك يقول للمهندسة دينا مبقىش حق ابنت الشمكار ومراضين شبيه هذاك عمي اللي كانت كمش عنده المحال وكي جريع لي وقال لي انا امي غر طلابات وكي عيط ليها وكيقول لي المهندسة دينا وامتا غدو زيعدنا وامتا غدو تشرفينا وانتي مكبرع لينا وانا شما كنت تعيط لنا فانا امي عيط لك انا معمر في حياتي ما عيط لك اصلا ما كان عمرك ما خليتين حتى نعيط لك اعدى بغان وانا نعيط لك المهمة البنات الحمد لله الامور تسرات قريت خديت داك الدبلوم الوقت اللي خديته تركت في الخدمة كتر والتشادة كل شيء الامور كانت غادية مزيان خديت الحمد لله بجاد الله خدرت الليسانس ودارت الماستر ومن المرة الماستر كانت دوزة واحد الكونكور ودخلات القاضاء مهم غدي تتخرج وغدي تسوي قادية وهي غتزوج قبل مني وكانت غتزوج بواحد الواكيل واكيل كان كبر منه وكان شد بلاسته وهو اللي كان دخل لها بزاف ديال الحاجة تسرات لها بزاف ديال الامور انا البنات من مرهبعة مربي غي سهل عليها وغنزوج بواحد المقاويل ماشي لابس عليها البنات شي حاجة فوق لابس عليها لديك الجيه راه الخير اللي عنده يتحرق وميتم السيد كيف شافني هو كبر مني بباربعتاشرها ولكن كيف شافني حماق عليها وانا كنت واحد البنت متقفة مهدبة درويشة زويونا بنت دارنا داخل السوقراسي جميع المواصفات فيها الوقت اللي غادي يجي لدارنا شغا نقول لكم البنات ما خلا ما جاب انا فجاة كنت غير انا وشتختي وراجلها وممي حتى من بكا سكران كان محضر معانا واصلا ما قلتهاش ليه مهم جوا الناس تقبلناهم فصقوا العائلة الخبار ومكنوا كي سمعوا مقاويل كي سحبلوا مقاويل صغير ما كانش كي سحبلهم انه زعم راجل اعمال كبير بزاف واخا هكا كل شي ما كانش عجبوا الحال وقال لك احقا علش حنا ما عيطناش ليهم علش حنا ما قدنا ليهم حتى شي حاجة ومحضرت الشي واحد في العائلة علهم معمرهم حضرونا مهم مرضى وشو ما عجبهم حال وانا ما حاشيتاش ليهم سافي كنا يسرنا الامور نهار اللي غادي نديرو داري بصداق وكان داري بصداق كبير وديك ساعية على عائلة كاملة وشافوا الموكب ارى ما شي طموبيلات ارى موكب دير طموبيلات اللي جاء كوش تصدم كل شي البنات تصدم الناس كيفاش ديرين وكيفاش متواضعين وهدو الناس اللي بس عليهم تواضع البنات السيد حدك شي اللي جاء بلي العائلة كاملة حرفيا بقوحالين فمهم ما حرفوش باش تبلعوه شدك شي اللي ولده بك يتحط في الدفوعات انا رتحط ليها هادي سينين شو منك يا سيكان موكب دير طموبيل والدهوبات والصداق كيفاش دير ما نقوش لكم البنات دك شي اللي جاي بلي المهم الحمدويل الى الامور كاملتي سراد ومن مراهد شي درت عرس عرس للعائلة من طرف حتى للطرف ما عمر شي واعد دار ربعه ماشي نصه العرس كيف داير عرسي فش عردت عليهم وشافوا هادك شي كل شي تصدم كيقولوا او بنت سكيري تلع فيها هادشي كامل هادي هي ديك المجرابة حانت انا كاعدت عليها المجرابة والمجملة لان اختي المجرابة والمجملة تلع فيهم هادشي كامل لان اختي تبارك الله وصلت عن بي على رجلها حتى هو معروف وفي بلاس وكيعرف غير شكون وشكون في البلاد المهم بنادم كامل بقى حلفهم مو يمتي مسكينة كانت فرحانة الاب ديالي كان غير كايتلاوح كيف العادة دو وزنها هادك الشي مباشرة من المورا هادك الشي مو يمتي كنا اختينا لها فيلا ولاتاكنا فيها بالشافور ديالها بالخدامات ديالها العائلة اللي ما كانوش كيرضاو بينا ولو خدا بيتي هندموي فيما تكون شي مونسابة صغيرة ولا كبيرة كيعيطوا لينا فيما شي واحد كيوحال كيوقف في بابنا فيما شي واحد كيتخص كيعيط لينا خيلوا امامي واماتي لما عمرهم ما كانوكي يرضاهو حتى بينا كنا كينكونوا قدامهم ويصولهم الناس كيكون هذا كل واحد شنو كيؤلي هالي كيقولي احقا معرفش هالي كيقولي طلابا هالي كل واحد شنو كيقول و لو كي مثلا كيكونواق يالسين مع الناس و كي هدرواق على القاضاء ولا على مثلا شخصيات كيقولوا اه ان رأى بنت اخويا رأى مرد فلان ورا هي قادية فلانية و رأى بنت اخويا رأى هي المهندسة الفلانية و رجلها هو فلان لقد قلت لها قادية وقالت لي غير مؤخراً وقالت لدي العرس للبنتي في الجرده الماماك في الجرده وقلت لها عائت الماما الدرمشو ديالي دياله هي والذي سوف يقوموني على أببا هذا هو الحاجة الوحيدة لليوم من الآن لم نرقل لي حاجة حال لأبدالي اليوم من الآن ساكن في الدار الذي كنا واخدين عندما يمتي تم عايش هو ومي صفيف حالاً فارقين ولكن حاجة ما كان في الوراق كان أعطيه فلوس ما عندنا ما نديره وهذا الشي القصة ما عليه الله وهذا الشي القصة ما نحتحنا اليوم أعطيت لكم قصتي بشكون عبرة وخاصة الناس اللي يحقروا عباد الله ما عمرت ما تحقر لأن الصمتك الدور والبزيم يقصح كنش في يد الله وسبحانه مغير الأحوال رأى اليوم يقدر يكون معك واحد الشخص في حال وقد يصبح في حال آخر ارزق في يدي الله والمكاتب ربي لي كيتحكم فيهم ما جاء تلب قراءة ما جاء تلبى فلوس لبتشي حاجة شيخي بدأ من تحت الصفر اليوم الحمد ولا لك يلعب في الفلوس راجلي بدأت هو بشوية وخلق ابديله وكلبات عليه ولكن بدأت هو وضربت مارا وخدم وانا الحمد والله بقرايتي قدرت نوصل بالزعب دل الحاجات بلا راجلي رأى كنت خدامة دير الدار ديالي بطموبيل ما نقصني خير كنت عيشها باخر وعلى خير نعيشها نحتشي واحد في هذه اللحظة ما كنعيشها في عائلتي ربي كبير يكفي انك تشط ريق وما تدير لهك لهك ربي غي يسر لك غي يسر لك هنا ثلاث قصتنا البنات ما تنسوش كيف العادة تخليوا الاراء وتتعليق لديكم صاحبات القصة وما تنسونيش منتعالي قزوينة ديالكم هنا ما بقالية إلا وقليكم ما سخيتش بيكم كات معاكم شهر زاد لي كات حماق وكات متعليكم ترجمة نانسي قنقر